قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالية الجنوبية لواء الركن فرج سالمين البحسني إن المحافظات الجنوبية تتعرض بين الفينة والأخرى إلى هجمات حوثية وإرهابية والتي كانت آخرها العملية الإرهابية الغادرة والجبانة في موديا بمحافظة أبيان مؤكدا إن مثل هذه العملية لن تزيد القوات المصلحة والأمنية إلا مزيدا من الإسرار على اقتلاع القوى الإرهابي بمختلف مسمياتها وتشكيلاتها جاء ذلك خلال حفل استقبال اللواء البحسني الذي أقمته الجالية الجنوبية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الإمريكية واستعرض اللواء البحسني في كلمة للجالية الجنوبية مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وما تتطلبه المرحلة الحالية من اصطفاف وطني للتصدي للهجمات الحوثية الإرهابية مشددا على ضرورة تعزيز الاستفاف الوطني الجنوبي والالتفاف أبناء الجنوب داخل الوطن وخارجه حول قضيتهم المشروعة لتحقيق الأهداف المرجوة التي يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيقها وحتى النائب البحسني أبناء الجالية الجنوبية على الاستفادة القصوى من فترات تواجدهم في أمريكا وتكريس الوقت في التعليم وتطوير الذات والاطلاع على التجارب الأمريكية وأنظمتها الديمقراطية وعكس كل المعلومات والمفاهيم على أرض الوطن في المستقل القريب